السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا طلابي الأعزاء؟ اليوم سنكمل درس الروابط الشائعة في اللغة العربية اسمي محمود ويمكن أن تناديني بأستاذ محمود هيا بنا نرى الرابط الأول الرابط الأول هو ما معنى as soon as في اللغة العربية؟ هيا بنا نرى مثالا أولا انظر إلى هذا المثال ما معنى هذا المثال في اللغة العربية؟ معنى سأتصل بك حالما أصل إلى البيت سأتصل بك سأتصل بك حالما أصل إلى البيت إذن as soon as معناها حالما حالما معنى as soon as وبعد حالما مضارع أو ماضي يعني 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 حالما أشركت الشمس إنقشع means disappeared الضباب the fog حالما as soon as أشركت روز الشمس the sun إنقشع الضباب حالما أشركت الشمس الجملة التالية I'll leave as soon as I finish the reports ما معنى هذه الجملة في اللغة العربية؟ معناها سأغادر حالما أنتهي من التقارير سأغادر I'll leave حالما as soon as أنتهي من I finish التقارير the reports سأغادر حالما أنتهي من التقارير الجملة الأخيرة We laughed a lot as soon as he started singing هذه الجملة معناها ضحكنا كثيرا حالما بدأ الغناء ضحكنا We laughed كثيرا I love حالما as soon as he started بدأ الغناء singing ضحكنا كثيرا حالما بدأ الغناء هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو therefore ما معنى therefore في اللغة العربية؟ انظر إلى هذه الجملة من فضلك He was busy therefore he couldn't come معناها كان مشغولا لذلك لم يستطع الحضور كان He was مشغولا بيزي لذلك therefore لم يستطع he couldn't الحضور come كان مشغولا لذلك لم يستطع الحضور لذلك لذلك معناها therefore or therefore معناها لذلك انظر إلى أول جملة من فضلك My friend worked hard therefore she got the promotion معناها عملت صديقتي بجد لذلك حصلت على الترقية عملت عملت she worked صديقتي بجد بجد لذلك therefore حصلت على she got الترقية the promotion عملت صديقتي بجد لذلك حصلت على الترقية الجملة التالية there weren't enough participants therefore the trip was cancelled معناها لم يكن هناك مشتركون كافون لذلك ألغيت الرحلة لم يكن هناك there weren't مشتركون participants كافون enough لذلك therefore ألغيت was cancelled الرحلة trip لم يكن هناك مشتركون كافون لذلك ألغيت الرحلة الجملة الأخيرة he was very young therefore he couldn't vote معناها كان صغيرا جدا لذلك لم يستطع التصويت كان صغيرا جدا he was very young لذلك therefore لم يستطع he couldn't التصويت vote الرابط التالي هو thanks to ما معنى thanks to في اللغة العربية انظر إلى الجملة من فضلك thanks to that job i became an avid reader معناها صرت قارئا نهما بفضل تلك الوظيفة صرت قارئا نهما بفضل تلك الوظيفة اذا thanks to في اللغة العربية معناها بفضل بفضل انظر إلى الجملة الأولى من فضلك thanks to this treatment her condition has improved معناها تحسنت حالتها بفضل هذا العلاج تحسنت حالتها بفضل هذا العلاج تحسنت has improved حالتها her condition بفضل thanks to هذا العلاج this treatment تحسنت حالتها بفضل هذا العلاج الجملة التالية thanks to her efforts we could win the competition معناها استطعنا الفوز بالمسابقة بفضل جهودها استطعنا الفوز بالمسابقة بفضل جهودها استطعنا we could الفوز win بالمسابقة the competition بفضل thanks to جهودها her efforts استطعنا الفوز بالمسابقة بفضل جهودها الجملة الأخيرة thanks to your advice i recovered from addiction معناها تعافيت من الإدمان بفضل نصيحتك تعافيت من الإدمان بفضل نصيحتك تعافيت من i recovered from الإدمان addiction بفضل thanks to نصيحتك your advice تعافيت من الإدمان بفضل نصيحتك الرابط التالي هو via ما معنى via في اللغة العربية؟ انظر إلى هذه الجملة من فضلك معناها سأخبرها عن طريق أحد أصدقائنا سأخبرها عن طريق أحد أصدقائنا سأخبرها عن طريق أحد أصدقائنا إذا via معناها في اللغة العربية عن طريقي انظر إلى الجملة الأولى من فضلك معناها وصلتني الأخبار عن طريق خالتي وصلتني معناها reached me الأخبار the news عن طريقي via خالتي my aunt وصلتني الأخبار عن طريق خالتي طيب الجملة التالية he communicated with me via post معناها تواصل معي عن طريق البريد بريد تواصل معي عن طريق البريد تواصل معي he communicated with me عن طريقي via البريد post تواصل معي عن طريق البريد الجملة الأخيرة I send the application via fax معناها أرسلت الطلبة عن طريقي الفاكس أرسلت الطلبة عن طريقي الفاكس أرسلت I send الطلبة the application عن طريقي via الفاكس fax أرسلت الطلبة عن طريق الفاكس هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو as much as ما معنى as much as في اللغة العربية؟ معناها بقدر ما بقدر ما انظر إلى الجملة الأولى من فضلك نحن نحبك بقدر ما نحب أخاك نحن نحبك بقدر ما نحب أخاك معناها we love you as much as we love your brother نحن نحبك we love you بقدر ما as much as نحب we love أخاك your brother الجملة التالية إنه يحترمك بقدر ما يحترم أباه معناها he respects you as much as he respects his father إنه يحترمك he respects you بقدر ما as much as يحترم he respects أباه his father إنه يحترمك بقدر ما يحترم أباه الجملة التالية إنها تلومك بقدر ما تلوم نفسها معناها she blames you as much as she blames herself إنها تلومك بقدر ما تلوم نفسها الجملة التالية دعمني صديقي بقدر ما دعمته دعمني صديقي بقدر ما دعمته معناها my friend my friend supported me as much as i supported him دعمني صديقي دعمني means supported me صديقي my friend بقدر ما as much as دعمته i supported him الجملة التالية ما عرفه بقدر ما عرفته ما عرفه بقدر ما عرفته معناها he didn't know him as much as i knew him ما عرفه he didn't know him بقدر ما as much as عرفته i knew him ما عرفه بقدر ما عرفته الجملة الأخيرة هل تحبها بقدر ما تحبني؟ معناها do you love her as much as you love me؟ هل تحبها do you love her بقدر ما as much as تحبني you love me هل تحبها بقدر ما تحبني؟ الرابط التالي either or ما معنى either or في اللغة العربية؟ انظر إلى الجملة من فضلك either you leave or I call the police معناها إما تغادر وإما أتصل بالشرطة إما تغادر وإما أتصل بالشرطة إذن either or معناها إما وإما وإما إما وإما انظر إلى الجملة الأولى من فضلك either you do your homework or you sleep now ما معنى هذه الجملة باللغة العربية؟ معناها إما إما تفعل واجبك وإما تنام الآن إما either تفعل you do واجبك your homework وإما or تنام الآن you sleep now إما تفعل واجبك وإما تنام الآن الجملة التالية either she takes her medicine or she goes to the hospital ما معنى هذه الجملة؟ معناها إما تأخذ دواءها وإما تذهب إلى المستشفى إما either تأخذ دواءها she takes her medicine وإما or تذهب إلى she goes to المستشفى the hospital إما تأخذ دواءها وإما تذهب إلى المستشفى الجملة الأخيرة either he stays here or he rents an apartment معناها إما يمكث هنا وإما يستأجر شقة إما either يمكث هنا he stays here وإما or يستأجر he rents شقة an apartment إما يمكث هنا وإما يستأجر شقة طيب هيا بنا نرى الرابط التالي الرابط التالي هو whatever ما معنى whatever في اللغة العربية؟ whatever معناها مهما كان or مهما مهما كان is followed by ism but مهما is followed by a verb مهما كان after it you add a noun but مهما after it you add you add verb هذا يعتمد على الجملة يعني انظر إلى الجملة الأولى من فضلك سنسافر الليلة مهما كانت تقصم سنسافر الليلة مهما كانت تقصم معناها we'll travel tonight whatever the weather سنسافر we'll travel الليلة tonight مهما كان whatever التقصم the weather سنسافر الليلة مهما كانت تقصم and as you see here مهما كان is followed by ism by a noun التقصم is ism because it means the weather الجملة التالية تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث معناها whatever happens you know that I'll stand by you تعلم أنني you know that سأقف I'll stand بجانبك by you مهما whatever حدث happens تعلم أنني سأقف بجانبك مهما حدث so مهما here is followed by a verb because حدث it's a verb it's impostence حدث happened أوكي الجملة التالية لم يستطع لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل معناها whatever he did he couldn't win her trust again لم يستطع he couldn't كسب win ثقتها her trust مجددا again مهما whatever فعل he did لم يستطع كسب ثقتها مجددا مهما فعل الجملة الأخيرة أنا فخور جدا بك مهما كانت النتيجة معناها whatever the result I'm so proud of you أنا فخور I'm proud جدا so بك of you مهما كانت whatever النتيجة the result أنا فخور جدا بك مهما كانت النتيجة هيا بنا نرى الرابط الأخير الرابط التالي والأخير هو in case ما معنى in case في اللغة العربية in case معناها في حالي وممكن بعدها اسم and it can be followed by a noun أو فعل ماضي or it can be followed by past tense it depends on the sentence هذا يعتمد على الجملة انظر إلى الجملة الأولى من فضلك اتصل بهذا الرقم في حال الطوارئ اتصل بهذا الرقم في حال الطوارئ معناها اتصل بهذا الرقم في حال الطوارئ الجملة التالية سأخذ المظلة في حالي امطرت سأخذ المظلة في حالي امطرت معناها جهست العشاء في حالي رجعنا متأخرا جهست العشاء في حالي رجعنا متأخرا معناها جهست العشاء الجملة التالية غادر المكان فورا في حال الخطر غادر المكان فورا في حال الخطر معناها غادر المكان فورا في حال الخطر وهذه آخر جملة معنا في هذا الدرس يا شباب اتمنى ان يكون الدرس مفيدا لكم ان شاء الله شكرا لكم واراكم في دروس اخرى ان شاء الله السلام عليكم